اهلا وسهلا بحراتكم يا مرأوكا عزائي المشاهدين اتفضل الكريم لكمل كلامنا التفصيلية لبقتل عن منتخبنا الوطني ومنتخب تونس كنت بتكلم عن قطع ضعف في المنتخب التونسي والصورة اللي قدامنا دي هي دي كنت بتكلم عليها قبل الفاصل ازاي سوق التمركز قدام منطقة جزائتون هنا تونس بتلعف شوط تاني مطروب منها لعيب وصحيح بلعبه بعشرة ولكن في سوق التمركز انا هنباع المكبري في الكرة دي تخطيته سيئة جدا كان لازم يروح لللاعب الفاضي ده كان لازم مايروحش يضغط على اللاعب اللي قدام فيه يعني زحمة جدا هنا جدا هنا هو ساب خالص اللاعب الخالي من الرقابة ده وبالتالي في الصورة اللي بعدها خد الكرة وشطها وجاب الهدف التالي في فاروق المصطفى اللي انا قلت كان برضو وعد من مشاكل المنتخب التونسي في اول مباراتين قبل ما يتم تبديله به المعز حسن الحارس مرمى النادي الافريقي هنهي كلامي وهنهي تحليلي بنقطين مهمين لازم نعرفهم ان المنتخب التونسي تحت الضغط الاعلامي والجماهير في تونس منظر الكبير المدير الفني بيتم يعني انتقاضه في كل شيء ان هناك الاعلام مش عاجبوا الشكل المنتخب معاه كمان مسمي البدري بتاعهم يعني حاجة زي كده بالظبط الحاجة التانية ان حانا بقى على المكبار اللي حب ننكر عليه كتير الولد الصغير اللي عنه تماشر سنة اللي هو اللي احنا هنعمل عليه دلوقتي ده ولد صغير في السن تماشر سنة بيلعب في نادي مانشستا يونيت بي وكان سولتشاير خده في احد المبارات دله عشر دقائق كده قدام برايتن بالظبط هو ده هنلاقي شعره كثيف بكرا ان شاء الله ده رقم عشرة في الفريق واخد التيشرت رقم عشرة من الكبار كلهم وبالتالي بعض او الكثير من الجماهير التونسية شايفة ان فيه تنين لعيب من الكبار وهوما بالتحديد فرجاني الساسي ويوسف المساكني ما بيساعدوش الولد في الملعب وبيتعمدوا عدم التمريره المنتخب التونسي فيه مشاكل كتيرة فيه مشاكل نفسية ومعنوية سواء ما بين اللعبين او حتى عند الجهاز الفاني وعدم تقبل اسلوب لعب الفريق وبالفعل حتى الهزيمة من سوريا كانت يعني ضخما المنتخب السوري طبعا المنتخب مجتهد وكل شيء ولكن كإمكانيات استحالة يتم مقارنته بيه المنتخب التونسي قبل ما يتم بقى ان الفريق يقف على رجله بعض الضغط لتعرض له قدام الامارات يكسب الامارات واحد سفر وبعد كده يكسب عمان بصعوبة اتنين واحد متخب العمان يقدموا برا جيدة فاتمنى ان شاء الله نحن بكرا نحاول برضو نستغل الامور النفسية السيئة والسربيع عن المنتخب التونسي ونحاول على قد مرضى بقى عشان احمد ما يشرح نلعب بنفس اسلوب المنتخب السوري ما نلعبش على الاطراف كتير ما نلعب في قطعة عرضية كتير لو لعبنا عرضيات على تونس هنسهلهم ام لا تونس محتاجة ان احنا نلعبها على الارض ونضغط عليها بهاي لاين من نصف ملعب هنتكلم اول حاجة على تونس مقاسمينها الحالات الهجومية والحالات الدفاعية نشوف تونس بتهاجم ازاي وتجميع اللعب بتاعهم هم زي ما احنا شايفين عاملين المسلس دايما هنبع على المجبري رايح معهم كصنع ألعاب مع يوسف المساكني مع محمد علي بن حميد ادي تلاتة الهجمة بدأت منين ده الهدف اللي جابوه في اخر ماتش من الشمال الجمعت وراحت فين ناحية اليمين دايما عندهم نعيم السليتي ومن اللي بيجرف ظهره محمد درجر دايما الباك بيعملوا الوفرلاب فالنهار ده ابو الفتوح لو موجود لازم يخلي باله ان لازم الجناح يرجع معاه ولازم افشا يرجع معاه لان دايما موقف اتنين على واحد دي خطورة تونس الاطراف مهمة جدا يعني نعيم السليتي هو بيجمع اللعب لعبها الناحية التانية اللي حنبع لعبها ليه محمد علي بن حميدة بص بقى خطرتهم في العرضيات والطرفين بص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة شوف الزيادة العددية داخل منطقة الجزاء محمد علي بن حميدة بيعمل الكروس في خمسة جوه منطقة الجزاء فهم خطرتهم في الاطراف والعرضيات متضربين صح انا هجمع اللعب في جنب هنقلع الجابهة التانية هعمل العرضيات بيجي زيادة اللي هما الارتكاز يعني فرجان يساسي موجود سيفي الجزيري موجود نعيم السليتي موجود المساكني موجود حتى دراجر الباكرايت موجود جوه المنطقة دراجر ده مستو انه بيكمل لجوه وطبعا سيفي الدين الجزيري بيسجل بالهيد بتاعه فده دي خطورة تونس ده اسلوب تنظيم الهجمة عندهم تجميع اللعب في جنب ده اسلوب لعب حتى التراجي كانوا بيجمعوا اللعب في جنب ينقلوه الناحية التانية يعملوه عرضيات كسافة عددية جوه منطقة الجزاء من خلال عملية الزيادة اذا لازم نمنع الخطر من اول ونمنع العرضية من بدايتها عشان كده عودت علي معلول بكرة لو رجح هتفرق معهم كتير علي معلول مع يوسف المساكني في جنب حتوبة جابها قوي جدا علينا لكن اكرم توفيه ان شاء الله قدها يعني اهم حاجة يكونوا الاتنين بالراحة على بعض سواء معلول او اكرم عندنا عندنا صوبر وعندنا كاس عالم نخش بقى على الحالات الدفاعية انا شايف ان مشكلة تونس ان هي مفهاش ارتكاز دفاعي فرجاني ساسي محمد علي بن رمضان جياني الشعلالي مفيش لعيب بص ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة شوف منطقة الزون فورتيني اللي بنسميها اللي هي المساحة اللي وورا الارتكاز بص مفيش حد بيضغط شوف عددهم قد ايه بقرة سلاح التسديد من بره المنطقة في الزون فورتين محمد ماكدي افشة لازم يستغلها عشان كده قلتلك الكريم انا شايف ان افشة ضروم هم جدا بقرة لازم نستغل افشة في الضغط على وسط الملعب ويستغل مساحة الزون فورتين ادي ساسي اهو تم الضغط عليه وبعد اما اتضغط عليه الشاطط في المساحة اللي هي وراء سناء الارتكاز اللي بنسميها منطقة الزون فورتين اللي هي وراء سناء الارتكاز نفس مشكلة تساسي لما كان في الزمالك فده مشكلة تونس التي هي المساحة دي عليها التسديد من برى منطقة الجزاء تونس دخل فيها 3 أهداف من برى منтор mitä تسديدات هدفين هدفين في المباراة سوريا وهدف في المباراة الأخيرة الهدف الأولاني هدف في المباراة الأولانية دخل فيه ده سوريا هدفين من سوريا من تسديدها من برى المنطقة فده واضح إذا دي أهم نقاط القوة والضعف في المنتخب التونس اللي هي الزون 14 مهم جدا أن أنت بكرة تشوت من برى المنطقة عمر السلية لازم يجرب يسدد لازم حسين فصل يجرب لازم أفشة أفشة تحديدا بكرة هو الدور لازم يكون لدور كاف انت آي كروش بتلعب أربعة تلاتة تلاتة ولكن لازم وكرة معانا لازم أفشة يزيد كصنع ألعاب في الحتة دي بالذات لازم التزديد من الحتة دي مهم جدا دي أكبر نقاط الضعف في التونس برضو عندهم بلال العيفة اللي هو المساك اللي بيلعب اللي هو في المدافع الأفريقي مدافع بطيء عشان كده بكرة منتصر الطالب قد هو اللي يبدأ أنا برشح أن منتصر الطالب حيبدأ جنب ياسين مريح عشان يدوا نوع من العمك والمشاكل الدفاعية تدارى شوية عندهم عندهم مشكلة في حراسة المرمى واضحة فروب المصطفى والمعيزة حسن في التزديدات المعيزة أحسن شوية بس الاتنين عندهم نفس المشكلة دخل برضو فيهم أهداف من تزديدات بس الهدف بتاع سوريا الهدف اللي في الماتش الأخير بس كانت صعبا لا صعبا ماشي بس من تزديدة برضو يعني من تزديدة من خارج المنطقة إذن دخل فيهم ثلاث أهداف من تزديدة من نفس الحتة اللي هي الزون فورتين دي فإحنا لو جبنا لو فيه لو الصورة معنا اللي هي التزديدة من برى المنطقة برضو نفس الكلام يعني نفس الفكرة برضو تزديدة من برى المنطقة موجودة وراء محمد علي بن حميدة اللي هو البكرة الباكليفت لو بدأ ممكن المباراة بكرة تمتد الأشواط إضافية فممكن يكون مدرب داي خزن أوراق يعني أنا شايف أنه ممكن كروش مخزن محمد شريف مخزن مصطفى فاتحي مدرب تونس مخزن ياسين الشخاوي مخزن علي معلول قد يخزنه يخزن برضو يعني عنده أوراق ربحة كتير فهنا فيه أوراق وهنا فيه أوراق فالمباراة بكرة قد تمتد للمية وعشرين دي عشان كده كل مدرب هيحسبها أن أنا هحط مين أوراق بديلة على الدكة قدر أغير إيه؟ قدر أنظم المباراة الزي لكن أنا شايف سلاح الفوس بكرة أن أنت تستغل منطقة الزون فورتين عندهم من خلال التزديدات عمر السلية وقفشة تضغط على ساسي ومحمد علي بن رمضان أو جولان الشعلالي متتدومش الفرصة أنهم يحضروا تمنع العرضيات بتاعت تونس لأن خطرتهم في الأطراف والأوفرلاب والزيادة موقف اتنين على واحد اللي بيعملوا على الأطراف ده مهم جدا أن أنت تمنعه